يعني كتير قوي خاطف فعلا النادي الاهلي اتعرض ليه الانتقادات النهاردة خاطف فعلا النادي الاهلي كان قدم مباراة جيدة وعايز ابدأ بخاطف فعلا النادي الاهلي من عند محمد هاني محمد هاني النهاردة عمل مباراة جيدة محمد هاني النهاردة بشوف هو الراجل اللي وقف وصش الطفان مازمبي مازمبي النهاردة عشان نبدأ بس الكلام ليه طفان مازمبي لان مازمبي النهاردة من بين هجماته فيه 48% من الهجمات جات من ناحية الشمال وبدأت من ناحية شمال وبيحاولوا يخترقوا دائما من ناحية شمال بتاعتهم اللي هي ناحية محمد هاني محمد هاني وقف وش ده كله لما نجي نبص الأرقام محمد هاني ومحمد هاني في تقييم المباراة هو تاني أعلى لعافة تقييم بعد رامي ربيعة لما نجي نبص الأرقام محمد هاني اللي معنا تمريرته 18 من 25 تمريرة صحيحة الصراعات دخلت 7 صراعات فاز بـ 4 منهم قطع الكرة 5 مرات وتشتيته كرة 7 مرات وتلم مرة واحدة بس أو تم مراته مرة واحدة بس صوت فريق كل تركيزه أنه بيحاول يخترق من ناحية محمد هاني محمد هاني النهاردة بشوف تحديدا الشوت التاني واجه اختبار صعب جدا بعد نزول بيرسي تاو بيرسي تاو دفاعيا مهمل شوية دفاعيا كسول شوية دفاعيا فيه أكتر من كرة كرة من تشوف محمد هاني أنه بيدخل عليه 2 على 1 وأوقات 3 على 1 محمد هاني كان قادر يقب بزكاء وبيتعامل بزكاء جدا في الحالات دي فبشوف محمد هاني النهاردة بالنسبة لي هو نجم المباراة الأول بدل اتجاه على طريقة لعب مازين بين هما بيحاول يخترقوا من ناحية دي فأن أنت تقدر تحجمهم بالشكل ده وإنت لوحدك لمدة شوت كامل لوحدك ما فيش جناح بيساعدك فأنا النهاردة شابول محمد هاني بشكل كبير جدا بشوفه بيتعرض لانتقادات مبالغ فيها أكتر من اللازم تحديدا في الناحية الدفاعية أنا عندي ملحوظات على محمد هاني هجوميا تحديدا وأنه ما بيرفعش عينه قبل العرضيات والعرضيات مش دقيقة لكن دفاعيا وتحسن كتير جدا جدا في الناحية الدفاعية وفي ملاعب صعبة ومنفسين صعبين جدا مباراة لفاية مباراة الأول والزمالك انتقادت كثيرا عن رامي رابيعة نهاردة رامي رابيعة أعلى تقييم في لعيب النادي الأول رأيكي رامي النهاردة كان على لعيب كبير جدا واحد واحد أنا أخب بقى من اللي كان بيقوله إبراهيم على محمد هاني إنه كان فيه جزء كبير من المسندة في ظهر محمد هاني اللي كان مفتقد تماما في النادي الآية لفترة الأخيرة حتى مع وجود رامي نفسه كان بيعمل وفي لقطة صورة واحدة بس ما بينهالك اللي تكررت كتير جدا صورة واحدة عشان الوقت مش هنكمل بقية الصور صورة بتاعي رامي رابيعة التغطية والبوزيشن اللي كان بيتواجهت فيه هو دايما موجود في ظهر محمد هاني وما كانش دي لقطة الوحيدة كتير جدا كانتكررت طول الوقت بيتكرر إنه هو بيغطي وراء محمد هاني بالإضافة لدوره الطبيعي إنه هو بيتواجهت جنب محمد عبد منعن في القرات الهوائية والصراعات الصناقية رقمين مهمين جدا مش شافك بتستعرض رقم رابيعة في المقدمة لكن فيه رقمين مهمين آه يا كريم يقول لك هو المدافع قادر يعمل إيه في ظل إن الفريق ده بص يا كريم أو الرقم رقم أربعة رقم واحد إنه هو كان عنده في ظل إنه الأهل كان مضغوط في أوقات كتير من المباراة الكرات الطولية كان عنده 11 منهم 5 نجحين وده أعلى رقم في المباراة كنسبة نجاح الرقمين بقى اللي مرتبطين ببعض يا كريم الجراون ديولز أو الصراعات الأرضية خدت 3 من 4 3 من 4 الصراعات الهوائية اللي مميزها جدا 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 اللي عبت مازمبي خدت 5 من 7 التحامات هوائية أرقام كبيرة جدا إدته بالراحة إنه هو أفضل لعب في المباراة انتقدته كثيرا في المباراة الماضية لأخطاء كتير حصل جوا المباراة لكن النهاردة عمل واحدة من أفضل مباراة على صعيد الدفاع وعلى صعيد فوزه باللتحامات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية